هذا وكان عضو مجلس الأمة السابق فصل مسلم وصف قضية دخول المجلس بالأداة للملاحقات السياسية لمن وصفهم بالمخلصين الوطنيين من أبناء الكويت بهدف إشغالهم وإشغال المجتمع والقضاء فيها مشيرا إلى أنها ستنتهي بإصلاح الكويت وأحوالها تؤكد هذه القضية وستظهر التفاصيل وسيسجل التاريخ تفاصيل هذه المسألة بأن السلطة ومن هو متعاوم معها اتخذوا خيار الملاحقة السياسية للخصوم السياسيين الخصوم الوطنيين المخلصين لهذه البلد لملاحقتهم وإشغال المجتمع وأيضا إشغال القضاء في هذا الشأن تتهافت كل الاتهامات التي تقدم فيها سواء رئيس مجلس الأمة السابق أو سواء وزير الداخلية ممثل على الحكومة في ملاحقة من كان يطالب بالإصلاح في ملاحقة من أجبروا على سلوك هذا الخيار تتهافت اليوم الأدلة سواء الأدلة المادية أو الشهادات الفعلية أمام هيئة المحكمة لذلك نحن على يقين بأن سينتهي الأمر إلى ما كنا ننادي به بإصلاح هذا البلد وإصلاح أحواله اللي اليوم ثابت أمام الناس كلها أن كل الخيارات تثبت زيادة الأمور سوءا إنما الخيار الصحيح هو العودة للاستماع إلى رأي الناس ورأي الشعب والتوافق مع إرادة الشعب شكرا ترجمة نانسي قنقر